أكد سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن الملتقى الحكومية الذي سيقام يوم الأحد المقبل برعاية كريمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر والذي أعلن عنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ استراتيجيتها المضمنة في برنامج عملها وفق الأولويات والأهداف المحددة لها وبما يتسق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على المبادئ الأساسية الثلاث والمتمثلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة المنشودة وأشار الوزير الامطوع إلى أن الحكومة ركزت في برنامجها على ستة محاول رئيسية أساسها المواطن بما يحفظ مكتسباته ويسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي له وهو ما كرسته جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لتنفيذه منوها سعدته بأن برنامج عمل الحكومة جاءت ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن وجعل منها أولويات لعمل الحكومة في هذه المرحلة المهمة وشاد الامطوع بالتعاون والتنسيق القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه خدمة المصلحة الوطنية مؤكدا أنه سيظل دائما هو نهج الحكومة الذي تحرص عليه قولا وفعلا حيث ستشهد المرحلة المقبلة توثيق وثيرة التعاون بين السلطتين وبذل المزيد من الجهود من أجل تنفيذ ما تضمنه برنامج عمل الحكومة من مشروعات ومبادرات تنموية حتى يلمسها المواطن في حياته ومعيشته وأكد الامطوع أن الحكومة عزمة على المضي في تنفيذ برنامجها بما يلبي طموحات وتطلعات المواطن البحريني ويعزز ما يحصل عليه المواطن من خدمات إسكانية وتعليمية وصحية وغيرها وأشار الامطوع إلى ما تبديه جميع الوزرات والمؤسسات الحكومية من اهتمام وأولوية قصوى لتنفيذ الخطط الموضوعة في برنامج عملها وفق الجدول الزمني تنفيذا لتوجهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر مؤكدا حرص سموه الدائم على متابعة مراحل تنفيذ البرنامج من قبل الجهات الحكومية المختلفة وتدليل كل العقبات التي قد تواجه أي جهة في تنفيذ المشاريع المختلفة التي تضمنها برنامج عمل الحكومة ونوه بأليات عمل منظومة متابعة برنامج عمل الحكومة ودورها في متابعة سير المشاريع الحكومية بصورة دقيقة تتيح التأكد من مدى تحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع والبرامج والمبادرات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة في كافة القطاعات وأوضح أن المنهجية التي تبعتها الحكومة في إعداد برنامج عملها شكلت نقلة نوعية وتطورا ملحوظا من خلال آلياتها المعتمدة لتنفيذ برامج عملها ومدى حرصها على إطلاع المواطنين على تنفيذ البرنامج بشفافية وهما تجلى من خلال إنجاز مختلف المشاريع التنموية التي تغطي التعليم والصحة والإسكان والخدمات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ويلبي احتياجاتهم دون المساس بمكتسباتهم الوطنية وشار إلى أن الحكومة حرصت على تنمية اقتصادها الوطني وتنويع مصادر الدخل برغم التحديات التي تواجه المنطقة اليوم في ظل انخفاض أسعار النفط يذكر أن الملتقى يضم مجموعة من المحاور وورش العمل التي تستمر على مدار اليوم من بينها لقاء حول رؤية البحرين عشرين ثلاثين وكذلك برنامج عمل الحكومة ومسيرة الإنجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية منذ إطلاق رؤية البحرين عشرين ثلاثين والخطط الإنمائية التي تواصلت من خلال برنامج عمل الحكومة حيث سيكون هناك حوار للتعرف على الإنجازات والتعرف على الصعوبات التي واجهت الأداء وكيفية التحفيز لاستمرار العمل من أجل تحقيق الأهداف